اشتركوا في القناة يأتي ويعترف حتى لو على قتله يا رسول الله زنيت أربع مرات يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان جامع بعده في الظهار قبل كفارة الظهار اعتراض هلكت يجي يقول هلكت يا رسول الله احترقت شوف ألفاظ الصحابة يا رسول الله احترقت يا رسول الله هلكت اه فعل محرما جا يعترف ما كان هذا التلاعب والتحايل واللف والدوران يعني نتلاعب على القروض الربوية بأسماء أخرى مثلا الخمر الميسر يا نصيب خيري مثلا نكاح التحليل تلاعبات قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أذابوها فباعوها روى البخاري المسلم وروا بن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكب مرتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل حسن ونقيم في تهذيب السنن كان الصحابة لا يحيدون عن الشرع قيد أنملة يمتثلون الله ابتلاهم بأشياء مثل ما ابتلى بني إسرائيل في قضية مجيء الحيتان الأسماك الكبيرة المغرية طافية على الماء سهلت الصيد يوم السبت الممنوع في الصيد ابتلى الله الصحابة بصيد سهل قريب وهم محرمون في حال يحرم فيه الصيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم لو مدت يدك كنت أخبر سهل صيد سهل تناله أيديكم ورماحكم طيب ليش الابتلاء هذا يعني ليه ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلا وعذاب أليم إذن هو اختبار للمؤمنين وهم في حال الإحرام وهم في حال العبادة ابتلاهم بصيد مقدور عليه يجري بين أيديهم ماذا حصل مع الصحابة في أحد المواقف يقول عبد الله بن أبي قتادة انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم في الحديبية أحرم أصحابه ولم يحرم تأخر هو في الإحرام قال فبصر أصحابي يقول أبو قتادة غير المحرم فبصر أصحابي أي هؤلاء المحرمون بحمار وحش وهذا صيد بري حلال الأكل بحمار وحش ماذا فعلوا صادوه يعني مع أن الزمن كان زمنا فيه جوع ومشقة أبدا فجعل بعضهم يضحكوا إلى بعضهم ولا فعلوا شيئا فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبتته خراص الآن يعني 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 صاده صاده فاستعنتهم طيب أعنوني في حملة سحبة سلخة فأبوا أن يعينوني مع أن عملية الصيد خلاص هو صاد الآن هو حلال غير محرم صاد وفي رواية فوقع سوته قال ناولوني قالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته الصوت ثم أتيته الحمارة من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي كلوا فاختلفوا ما أكلوا حتى الأكل حتى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلوا حلال إذن ما صيد من شخص غير محرم لغير المحرم يجوز المحرم أكله لكن ما صاده محرم أو ما صيد للمحرم لا يأكله طيب كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسألة الإنقياد في مسألة الحذر من المحرمات منهجهم واضح جدا و وقع منهم أشياء واعترفوا أخطأوا أذنبوا على قلة معاصيهم لكنهم بوضوح وتحملوا ما ترتب على ذلك كان الواحد يأتي ويعلم مرأة تأتي وتعلم أن اعترافها يعني الرجم والموت وتعترف وتريد التطهير كان هناك إمكانات للانسحاب والهروب اذهب حتى تضعيه ولاده يلا كم شهر وولدته جاءت اذهب حتى تفطميه يلا الله هذه فيها أكثر من سنة ومع ذلك الرجوع ما في لم يكن يعني تميز الصحابة رضو الله عليه بهذا تميزا عجيبا